في محافظة بابل وبرغم من إقرار المحافظة المحكمة الاتحادية بحقية رعد الجبوري رئيسا لمجلس محافظة بابل وبطلان قرار المجلس بتعيد حيدر الزنبور بديلا عنه إلا أن الأخير لا يزال في كرسيه رافضا قرار المحكمة صراع الكراسي هو سمة المجتمع السياسي في العراق وهنا في بابل طال الصراع بين رئيسي مجلس المحافظة حيث أنصفت المحكمة الاتحادية رئيس مجلس المحافظة السابق رعد الجبوري إلا أن الرئيس الحالي حيدر الزنبور يزال متشبثا بكرسيه هذا القرار أبطل قرار مجلس المحافظة بإعفاءنا وأبطل قرار مجلس المحافظة بتعيين حيدر الزنبور رئيسا للمجلس وعادت الحالة إلى ما كانت عليه قبل 14-4-2015 كنا نأمل أنه في اليوم التالي نذهب باتجاه المجلس لممارسة مهامنا كرئيس للمجلس لكن للأسف وجئنا بأنه الأخ الزنبور لا ينفذ قرار المحكمة الحقيقة أثناء ذهابنا وتسليمنا لمذكرة الإنذار تفاجأنا بعد عشر دقائق دخول عناصر مسلحة بالزيل المدني إلى المجلس للضغط باتجاه عدم تنفيذ القرار تعطيل جلسات مجلس محافظة بابل لا تزال في استمرار في سبيل هذا الصراع الذي يأخذ بالتصعيد الأمر الذي عطل الكثير من الملفات التي ينتظرها المواطن البابليك انعقاد جلسة المجلس تم تعجيلها إلى شعار آخر من قبل السيد رئيس المجلس الأستاذ حيدار الزنبور وذلك بسبب الصراع على من يرأس الجلسة تعطيل جلسات المجلس أكيد يعود بالمضرة على المجتمع البابلي بشكل كامل لأن هناك فقرات ضمن المقترحات لمناقشتها داخل هذه الاجتماعات وهذه الجلسات عندما تؤخر أكيد تعطل مصلحة المواطن البابلي البابليون يأسوا من هذا كله صراع سياسي من أجل مصالح شخصية وأخرى مادية تعطل حقوقا وتضر بالصالح العام مطالبين بإيقاف هذا الصراع الذي يضر بمصلحة الجميع أربع جلسات لمجلس المحافظة ولم يعني ما تخص الجلسة من يقودها من يترأسها فلان أم فلان إن كان يقود المجلس نريد خدمة محافظة بابل أما ترون المشاريع متوقفة شغف الصراعي من أجل الكرسي لا يوازي ذلك الشغف في تقديم الحقوق والخدمات للمواطن البابلي وسؤال ماذا قدمت الطبقة السياسية للمواطنين في المحافظة لقناة الفلوجة عبيد الشريف